اشتركوا في القناة في نفس الوقت نلاحظ عدم التزام الناس لم يأخذوا راحتها تذهبوا تجيوا كماما ماكو تباعد ماكو وسياحة ومجاميع ومناسبات دينية ومناسبات عشائرية وأفراح وأحزان ومباريات كأنما الحياة الطبيعية وهذا عدم اكتراث نستغربه حقيقة رغم كل نداءات وزارة الصحة قيادات المجتمعية قيادات رجال الدين قيادات الدينية في البلد أكثر من مرة وجهوا بشكل واضح وصريح لكن استجابة ما أولا هذا القرار راجع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعليقي على هذا الموضوع أن تجربتنا المريرة مع قرارات الحظر الشامل والجزء والمناطقي حقيقة بكل صراحة وأنت إعلامية ومتابعة في الشارع العراقي لم يكن هناك تطبيق حقيقي فالأهم من القرار هو تطبيق القرار لم يكن هناك تطبيق حقيقي ليقول لكل عفوا قرارات الحظر بأشكالها وأنواعها التي فرضت فنحن نعول على وعي المواطن والخبراء في مجال الوبايات والصحة العامة قالوا وأكدوا أنه يمكنك أن تمارس حياتك في عملك سواء كان حكومي أو عام يمكنك أن تمارس عملك إذا كنت مرتدي للكمامة ومطبق التباعد الاجتماعي لحد الآن قادرين على التعامل مع هذه الجاحة رغم الضغط الهائل على مؤسساتنا وعلى ملاكاتنا بطال الجيش الأبيض أنتم تعلمون بكل صراحة قبل الجاحة نحن عندنا نقص في أعداد الملاكات وأعداد المؤسسات لكن مع ذلك هذه الأعداد الهائلة لحد الآن قادرون لكن السؤال إلى متى وضح وزير الصحة بشكل واضح أننا لن نستطيع استقبال حالات أكثر مستقبلا أمور بسيطة صار لنا سنة ونص نتكلم بها نريد التزام بها ألبس الكمامة والتباعد الاجتماعي واخذ لقاح كله غير صحيح أنا أنفي بشكل رسمي ومسؤول جميع ما أثار حول اللقاحات من معلومات غير صحيحة معلومات خاطئة من أشخاص غير مخولين وأتحدى أي شخص أن يقدم دليل على ما يدعي وعتبنا كبير وكبير على بعض وسائل الإعلام التي روجت لهؤلاء وعدنا إجراءات قانونية معهم ومع هؤلاء الأشخاص وهناك توجهات واضحة من هيئة الإعلام والاتصالات وحسب قانون العقوبات العراقية وحسب قانون الصحة العامة باعتماد المصادر الرسمية المعلومة ترجمة نانسي قنقر